السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول مشكلة بسببها كثرة تناول لفركتوز هي مقاومة اللبتين اللي رح تأدي تدريجيا إلى مقاومة الإنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم واللي بالتأكيد رح تأثر على السكر التراكمي بالإضافة إلى أن تناول لفركتوز هو عامل رئيسي من عوامل تكون الدهون الثلاثية وإن شاء الله رح أبين السبب وأيضا من أهم العوامل التي تسبب الكبد الدهني وسبب رئيس للسمنة وأمراض متلازمة الأيل ومنها ارتفاع ضغط الدم وبالتالي مشاكل القلب وتلف الأعصاب ومضاعفة كمية البكتيريا الضارة اللي موجودة في جهازنا الهضمي أضعاف مضاعفة عشان هيك أنا دائما بقول لازم ندير بالنا من الفركتوز لأنه أسوأ من الجلوكوز على أجسامنا وكما سألتموني وسألني بعض الإخوة والأخوات المتابعين في قناتنا في اليوتيوب أن الطبيب الفلاني يقول أن الفواكه ممتازة جدا لصحة الجسم ونحتاجها ونكثر منها وكلها مسموحة لكل الناس وحتى أنها تعالج الأمراض الكثيرة أو أمراض عديدة بما في ذلك السكري ما تستمع لأي كلام وفيه كمان مواقع بتقول أنه صحن فاكهة في اليوم يعني لما تاكل صحن فواكه زي هيك ببعد عنك مرض السكري نصيحتي إخواني لا تستمعوا ولا تقبلوا حتى هذه الأمور ورح نشوف إن شاء الله مع بعض ليش أنه الفركتوز أسوأ على الصحة من السكر العادي أو الجلوكوز وأيضا رح نشوف كيف بتعامل الجسم مع الفركتوز بالنسبة لللي بيزهقوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة عن حلقة اليوم أما اللي بده التفاصيل يكمل معنا الفيديو إن شاء الله حتى تقدر تحدد وتختار وأمامك خيارين الخيار الأول أنك تستمر على النظام اللي انت ماشي عليه النظام اللي بقول كل ما بدى لك اللي بدك يياكله وامرض وبعدين تعالي وأنا بعطيك دواء هذا النظام الأول هيك النظام اللي موجود كان وما زال يعني ما زال مستمر كل اللي بدك يياه ما فيه مشكلة ولما تجيين تقول لي أنا عندي كذا بعطيك الدواء وانتهى الموضوع الخيار الثاني إنك تكون منتبه منتبه شو اللي بتاكله وتختار أكلك بعناية وتكون حذر وتاكل بوعي وتبدأ حربك على السكري اللي هو الهدف من هذه الحرب إنك تحافظ على نسبة السكر والإنسولين في الدم منخفضة مش مرتفعة وإنك تقلل الأدوية قدر المستطاع أنا ما بقول لك إلغي الأدوية ما بقول لك توقف عن أخذ الأدوية يجب استشارة طبيبك الخاص اللي أنت متابع معه لكن أنا بقول لك أنه ممكن تخفف الأدوية وممكن تستغني عنها أنا بتكلم عن السكري من النوع الثاني الحلوين اللي دمهم زي العسل من النوع الثاني ممكن تستغني تقلل الأدوية وممكن تستغني عنها تماما وحتى السكريين من النوع الثاني اللي بيأخذه إنسولين بإمكانك التوقف عن أخذ الإنسولين بإمكانك تقليله والتوقف عن أخذه ومن النوع الأول السكريين من النوع الأول بإمكانك تقليل الجرعات بكميات كبيرة فقط عن طريق التحكم بالأكل وتعرف شو اللي تاكله وشو اللي ما تاكله الآن ما هي مقاومة الليبتين مقاومة الليبتين عشان نفهمها في عنا هرمونين واحد اسمه الليبتين والثاني اسمه غريلين هذا الليبتين هو هرمون الشبع هذا الهرمون اللي بفرز الجسم هو دينا الدماغ بيقولوا يا دماغ أنا اكتفيت فالدماغ بعطينا أوامر بالتوقف عن الأكل أما الثاني اللي هو الغريلين هذا هرمون الجوع هذا اللي بعطي إشارة للدماغ أنه أنا جوعان أنا أحتاج إلى طاقة فالدماغ بعطينا أمر أنه الروح نأكل وإن شاء الله راح يكون في حلقة كاملة بالتفصيل عن هذا الموضوع وعلى فكرة هذا اللي بيخلي الناس دائما جوعانة دائما بتها تاكل اللي عنده مقامة الليبتين بيكون دائما جوعان والإخوات كمان اللي بيضيهم الزائر الشهري لما تتخربت عندهم الهرمونات بتلاقيهم بجوع وكثير وبدوم يوكله كثير هذا سبب من الأسباب وزي ما قلت إن شاء الله راح يكون في حلقة كاملة عن هذا الموضوع والسبب الرئيس أنه الفاكهة لا تشبع صح ولا لا لنفرض أنك كنت جوعان ولسبب ما تأخر الغداء وتأخر عليك الغداء وشعرت بالجوع وأكلت برتقالة البرتقالة اللي فيها عشرين غرام سكر تشعر بالشبع نعم متى اللحظات الأولى لما بتاكل البرتقالة فقط ليش الدوبامين ارتفع انبسطت الطعام حلو المذاق حلو عشر غرامات منهم هذولا غلوكوز راحوا على الدم هيك بتحس بالشبع فورا لكن كم المدة بعد هيك نص ساعة بالكثير ساعة بتحس إنك جوعان بشدة لأنه ما امتلأت المعدة لكن ارتفع عندك السكر صح ولا لا وبعدين الصيغة الجزائية للفركتوز أو للغلوكوز نفس الشيء هذا ست ذرات كربون واثمعشر ذرة هيدروجين وست ذرات أكسوجين والثاني مثله ما باختلفوش اللي بيختلف الهيكلة شكلهم لكن المواد اللي موجودة فيهم واحد عشان هيك تعامل الجسم معهم بيكون مختلف قلنا البرتقالة قسبناها نصين خلينا نقول عشر غرامات غلوكوز وعشر فركتوز الغلوكوز هذا صحيح رايطلع الدم لكن راح يروح على كل خلايا الجسم يعني إذا وزنك أو وزنك ستين سبعين كيلو هذول العشر غرامات توزعوا على كل الكيلوات على كل الخلايا على كل الأعضاء هذول راحوا على إيش كل الجسم فحتى لو ارتفع السكر بيظل قبلهم أقل شوي طيب العشر غرامات من الفركتوز وين راح يروحوا هذول وين راح يروحوا هل بيستخدمهم الجسم لا في مكان واحد يروحوا عليه اللي هو الفركتوز هذا مكان واحد عضو واحد فقط في الجسم اللي بتعامل مع الفركتوز ألا وهو الكبد الفركتوز لازم يروح على الكبد يحول لنا إياه لغلوكوز بالأول وبعدين إيش الجسم راح يستهلكه إذا كان الجسم يحتاج غلوكوز وهذا العضو اللي هو الكبد شغال 24 ساعة يحل مشاكلنا وقلت راح يحولوا إلى غلوكوز فقط إذا كان الجسم يحتاج غلوكوز إذا كان شكل دمنا زي هيك البعص هو الخلية متروسة بالسكر مليانة سكر ومليانة بلاوي وبرضوا الدم مليان سكر فالجسم مش بحاجة إلى سكر شو راح يعمل الكبد وتعودنا طول حياتنا ناكل وجبة غداء ثقيلة يعني منرحمش حالنا وبعض الناس ما بيحلالوا الأكل إلا بالكولا يعني لما يكون مع الأكل في كولا وأنا واحد منهم يعني أنا كنت أستمتع جدا بالأكل ويكون أشرب معهم مشروبات غازية ومتعودين بعد الغداء لازم ناكل فاكهة وبعض الناس بتزود كمان بالعصير ساعتها بعد كل اللي عملنا هذا ونيجي نزود الفركتوز كمان على الكبد يعني العصير والفواكه والأمور هاي ونزود الفركتوز الكبد هذا بيعصر تجيله حالة عصبية طبعا بما أنه الخلايا مليانة بالسكر والجسم مش محتاج الكبد ما عنده أي خيار آخر إلا أنه يتوقف عن تحويله إلى غلوكوز ويحوله إلى شيء آخر ألا وهو الدهون الثلاثية وزي ما قلت يعني إذا بدك تداوم وتكثر من الفركتوز ومن الفواكه وكذا وكذا روح أفحص وعمل فحص الترايغليسرايدي اللي هو الدهون الثلاثية بتلاقيه أعلى بالمئة وخمسين وقد يصل إلى ثلاثمية وإلى أربعمية وأحد الإخوة سألني في التعليقات بيقول أنا الطبيب عندي وجد أنه الشحوم الثلاثية أو الدهون الثلاثية 65 فأعطاني دواء أنا بدي أعرف ليش أعطاك دواء طالما أنه الدهون الثلاثية عندك تحت المئة لا تخاف الأوبتمال سبعين يعني يكون سبعين اثنين وسبعين خمسة وسبعين إذا موجود هيك هذا الأوبتمال هذا القمة تحت المئة ما تخاف لكن تخفف من السكريات والنشويات حتى ما يرتفع ومش عارف أنا الطبيب هذا ليش اللي أعطاك دواء إذا كان عندك 65 أنا مش قادر أفهم يعني وزي ما قلت أول ما تبدأ المشاكل اللي هي متلازمة العيد بيصير عنا الكبد الدهني بيصير عنا ارتفاع الضغط بيصير عنا مقاومة الإنسولين بيصير عنا السكري تعب الأعصاب الكلا وكل هاي الأمور اللي إحنا في غنى عنها ولو سألنا نفسنا سؤال هل جسمنا بيحتاج الفواكه؟ أكيد بالتأكيد جسمنا بيحتاج الفواكه السبب الأول هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى هذا واحد اثنين هي مليئة بمضادات الأكسدة ممتازة جدا نصحتنا هي صحيح ما فيهاش بروتين كثير ما فيهاش دهون كثير لكن مليئة بأنزيمات كثيرة ومليئة أيضا بمضادات الأكسدة فبيحتاجها جسمنا لكن لازم نتناولها بحذر ليش؟ لأنه كل الفواكه ترفع السكري ما تسمع للذي بقول لك الفواكه لا ترفع السكري لا بترفع الفواكه بترفع السكري وهذا يعتبد على المؤشر لغليسيمي والحمل لغليسيمي ودائما بقول إذا كان الحمل لغليسيمي أعلى يعني عالي وكان المؤشر لغليسيمي منخفض تجاهل المؤشر لغليسيمي لأنه راح ترفع لك السكر راح ترفع لك السكر لازم دائما تنتبه للحمل لغليسيمي أكثر من المؤشر لغليسيمي عشان هيك أنا بقول دائما تأكل الفواكه المسموحة والمسموحة فقط وفيديو الفواكه المسموحة موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانك إن شاء الله مشاهدته ومن الفواكه أو أي أطعمة أخرى إذا كان المؤشر الجليسيمي أعلى من الخمسين لا تتناول هذه نصيحتي لا تأكله أو خفف منه قدر المستطاع أي مادة وإذا كان الحمل الجليسيمي أكثر من عشرة خفف منه قدر المستطاع وما تزود يعني إذا استطعت يكون دائما الحمل الجليسيمي حول العشرة بيكون ممتاز جدا وما يزيد معدل تناولك من الكربوهايدرات أو النشويات على مدار الأربع وعشرين ساعة عن الخمسين غرام لا تستمع لأي إنسان بيقولك تأكل أكثر من هيك وإنت بحاجة لمتين غرام وثلاثمائة غرام هذا كلام يعني المفروض أنك ما تسمع له أنا أنصح بثلاثين غرام في اليوم لكن إذا ما بتستطيع يكونوا خمسين غرام خمسين غرام من الكربوهايدرات كل أنواع السكر اللي هو غلوكوز وفراكتوز سكروز مالتوز كله كله هذا ما يزيدش عن الخمسين غرام أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته